وصل بولي بريمر إلى بغداد يوم الثاني عشر من آيار الفين وثلاثة بوصفه رئيسا لسلطة الاحتلال المؤقتة التي أنشأها الأمريكيون بعيد احتلال العراق في التاسع من نيسان بعد وصوله بأيام قليلة قام بحل الجيش العراقي وجميع مؤسسات الأمن الوطني وكل التشكيلات العسكرية وأنهيت خدمات جميع منتسبي هذه المؤسسات وأعلن بريمر إنشاء جيش عراقي جديد قوامه الميليشيات الطائفية سواء التي تأسست في إيران كميليشيا بدر أو تلك التي أسست بعد غزو العراق كميليشيا جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر قامت صيغة الحكم في العراق الجديد بعد 2003 على التوازنات الطائفية والعرقية وفق دستور أثيرت حوله الكثير من الشبهات واللغط والتهمة بتجدير الواقع السياسي الطائفي ساهمت المحاصصة الطائفية السياسية في التصدعات والشروخ التي أصابت جدران الانسجام المجتمعي الأمر الذي حال دون بناء مؤسسات الدولة بل وإفشال القائم منها انعكس هذا التشوه الذي أصاب هياكل الدولة العراقية ومؤسساتها بعد سنة 2003 انهيارا شاملا في منظومة الأمن والخدمات الأساسية العامة في الصحة والتعليم والإسكان وبقية شبكة البنى التحتية الضرورية ساهم في هذا الانهيار كذلك تغول الفساد الحكومي واستباحة المال العام وجعل مؤسسات الدولة المنهارة غنيمة يتصرع عليها الحاكمون الجدد للعراق من شركاء العملية السياسية فجر هذا الواقع المتردي الاحتجاجات الشعبية التي لم تتوقف منذ تظاهرات الخامس والعشرين من شباط عام 2011 والاحتجاجات في المحافظات المنتفضة نهاية العام 2012 وصولا إلى التظاهرات الحالية في جنوب العراق عاد شركاء العملية السياسية لنفس الأسس المعمول بها منذ العام 2003 في التشكيل الحكومي الجديد ما يعني أن الطبقة السياسية مستمرة على ذات المسار القديم في إدارة الدولة وأنها ليست في وارد التفكير في الشروع في بناء دولة مؤسسات حقيقية لإخراج العراق من هذا المأزق الكبير ترجمة نانسي قنقر